الاستاذ الدكتور مصطفى الشهين استاذ الاقتصاد بكلية اوكلان الامريكية استاذ مصطفى مساء الخير اهلا وسعنا لحضرتك يا استاذ محمد اه اهلا وسعنا اهلا وسعنا انا مسعيد لسببين يا دكتور اول سبب هو ان انا مش شايفك سامعك وده في حد ذاته شيء ما يصرش لان انا بسعد بجد برؤية حضرتك السابق التاني بقى هل ما ذكروا الصحف الاستاذ مصطفى عبدالسلام متخصص في الاقتصاد من اني خلاص التوجيه صندوق النقد للحكومة المصرية هي اوفرم هل ده حقيه اه هو ده حقيه فعلا يا استاذ محمد وانا ازف بس انا لظروف اه قاهرة غضب عني ان نفسي خش مع حضرتك باللسكايب بس غضب عني انا في رحلة الصفر فانا في الطريق فتوقبت عشان اقدر يعني ان احنا لا لا ان شاء الله تصل بالسلامة تحت امر اخدل فتصبحوني يعني الحقيقة البرنامج الصندوق يا استاذ محمد الحكومة في مصرحة رحيتم مضطرة اه وصلت بين الحال للوابع الصعب جدا ان انت اصبح اصبحت في مقضة والصندوق اه برنامج الصندوق معروف واحنا كلنا حظينه ان احنا عارفين كويس جدا بيطلب من الحكومة انها تشيل الدعم عن اي بنود الحكومة بتقدمها سواء الدعم ده ارتبط بقى زي الطاقة على اصعار البنزين على اصعار الكهرباء على اصعار المياه على اصعار متر الانفاء كل البنود اللي الحكومة بتدعمها بيطلب منها انها تشيل دعمها منها بحيث تتخلى تماما الدولة او الحكومة ما يكونش لها اي دور في الدعم لان اقتصاديا لما يكون سهل عليها سعرين اقتصاديا بيعمل بشكل ما ده نعشنا مع حضرتك قبل كده يا دكتور مصطفى وفاهميه لكن يعني ما هو سبب التعارض بين كلام شريف اسماعيل الرئيس الوزارة او ما يسمى بالوزارة يعني وبين سندوق النقدي عشي في اسماعيل بيقول ان برنامج الاصناع الاقتصادي نجح نجح فقط تقاعات لدرجة اني الجهات المتخصصة في اقتصاد برا بتشكر فينا وذكر او ضرب مثال على صندوق النقد برغم كده صندوق النقد النهاردة بيحذر الحكومة من ثلاث حاجات من ارتفاع الدين الخارجي او الدين بشكل عام اتنين لازم رفع الدعم الطاقة تلاتة البطالة واللي عددها هيزيد في العشر سنين ما هو السبب في ان شتيف اسماعيل بيقول حاجة وصندوق النقد والحاجة تانية هل في حاجة احنا مش فاهمينها مسلا طيب اعطاء بعض هو الحياة للاسف شديد الاقومة بتتعمد الكلام عن الاجل الطويل ان احنا هنتحسن ان احنا هنتصلح الاقتصال ان احنا هموفر كرة عمل لكن محدش بيقول للنهاردة انا عمزت ايه خلالي لفاطنة لاربع سنين اللي فاتهم اول خمس سنين اللي فاتهم كان المفروض انا مدام التعامل في اصلاحات اقتصادية المفروض ان انا اشوف فعلا الشباب اللي قاعد على الاهاوي لا اشوف او الناس اللي في القسر زاد داخلهم او الراجل اللي بيبيع المحل بتاعه بعشر تلاف جنيه في الشعر بقية انه بقى يبيع بتلاتين الف كل دي مؤشرات للتحسن لكن كل المؤشرات اللي تسندوق بيتكلم عنها الان اول الحكومة بتقولها اما بتقسها على على الاعثر الاقتصادي عندنا كثير من المؤشرات الاقتصادية سواء معدل التضخم سواء معدل البطالة سواء النمو في الناسج المحلي الاجمالي سواء فرص العمل اللي موجودة في السوق كل المؤشرات دي بالكامل زي ما تسندوق قال ان المديونية الداخلية او الدين العام في مصر بيتضاعف معادلات غير مصبوقة وده بيعملك مشاكل في الموازنة العامة من الدولة وبيزود الاعباء عليك في الموازنة وبيخلي الحكومة مش قادرة تلقى فرص عمل في الحكومة قال طيب احنا زي من رئيس الوضاء قال قال ان احنا هنزود الاستثمارات المحلية والاستثمارات الخارجية لما تجد بصة الاستثمارات المحلية ففاجأ الاستثمارات المحلية اللي هم التبار بتوعنا اللي هم رجال اعمال المصريين اللي هم عفها بالورش ان هم الفلاحين بتوعنا ان هم عملنا لما تيجي تبص الده كله كاستثمارات محلية مش موجودة بل بالعكس بلت عشان سعر الفايدة بتاعك غالي ما بيخالش انك تستثمر جوة الاقتصادة عندك وعندك مع الوقات كل المصرين عارفينها سواء اللي بيطلع رخصة او المودة اولادهم مدرسة او اللي رايح مستشفى كل المصرين عارفين المشاكل ومحفوظة وهو ده ما يعرف بالاصلاح الهيكلي انك انت المفروض تقش بقى العمق الاقتصاد صلاح ان انت ركزت كل سياساتك على السياسة المالية والسياسة النقلية المفروض بقى انا اجا اشوف اجا اقول الوعدة المحلية في اللقصر هل الناس في اللقصر بقى يتمتع بخدمات واصلتون من المشاكل اللي اللي في اللقصر او اللي في فانسويف او اللي في طنطر او اللي في البيت او اللي في شبين القوم هل انك على الارض الواقع حسد بتحسن؟ محسدش بتحسن هل انا كموظف حكومة الحكومة اللي ما ادخني داخل الداخل اللي انا باخده من الحكومة والحكومة رقعت الابعار نتيجة السلسات التعويم اللي عملتها هل انا كموظف حكومة داخل زاد؟ طيب هل مرتبنا من الحكومة بيقضني كميون في الشهر؟ طيب انا عام بيجي مساء مشكلة طيب ومال الجماعة ابهضنا اصحاب المعاشات هل انا كحكومة لما عملت معاش الكرامة اللي الحكومة عملته وبتدي للناس 250 جنيه ووزيرة الاستثمار طلع في القنوات الامريكية بتقول ان احنا عملنا ان احنا اه الشغكة للضمان الاجتماعي المواطن الامريكي او المستثمر الامريكي لما بيسمح كده هل يعرف ان ال 250 جنيه او رجعه 100 جنيه او 500 جنيه الراجل المعدم اللي بياخدهم دولة اصلا ما يقضوش عشر تانف الشاش انت لازم توصل انا في الاخر والاول انت عشان تعمل اصلاح اقتصادي زي ما قلت لحضرتك قبل كده يا سيد معاشته تحسن مرتباته تحسنت او على الاقل الاسعار ما تجداش عليه. تماما. لكن انت لما امور انا بالتاعي يعني ازاي تقولي كان رجل واقف ببيع على عربيت فول وادفعنا عشرين الف جنيه. انا مين يقول هذا? من اي منطق كان ده استثمار محلي. الرجل اللي بيديع عربيت الفول ده في الاختصاب. هو ده استثمار محلي. ايوه. ازاي انا بقول انا بشجع هذا الاستثمار المحلي. لان او رجل صاحب عربيت الفول ده. بيوفر لي على الاقل فرصة عمل. بيوفر للحكومة داخل. بيوفر للحكومة ضرائض. بيطفع لخدمات اللي انت هتعملها له لو انت مصنن وضعه. ده يعتبر استثمار محلي. الراجل صاحب ورشد الاحذية الصغير. اللي عنده ورشة ضرب سعادة. في قلب القيام. الراجل ده او اللي عنده محل بيبيع ادوات كهربائية في قلب العتبة. الراجل ده ازا كان بيبيع بتلف تلف جنيه في اليوم. والنهاردة بيع يبيع بالف. يبقى انت اتقلصت مبيعاته. انت اتقلصت ارباعه. انت اتقلصت قدرته ان يوظف ناس جديدة. فانت في الاخر كبرنامج اصلاح اصفاضي لم تنجح انك وفور فورة عمل. تمام. التلام ده ليس جديدا. تمام يا دكتور. بل تنجح النادي الدولي قال لك ان معادل البطالة في مصر نعم يا الخفض. تمام. طيب انا ازاي يقول الاني الحكومة تقولي ان معادل نموه اللي اصفاضي عندنا بقى خمسة واثنين من عشرة. اجعل لك التنى. معادل نموه اللي اصطلت تحت ازا كان بقى خمسة واثنين من العشرة. ده معناه انه لازم يسيب اثر عليه. زي رب الاسرة. تمام. لسا انا اقول ده خلي خمس تلاف جنيه زيادة في الشعر. اولادة هاقرأ اودهم مصيف. اولادة هجيب لهم لبس جديد. اولادة هاوددهم مدارة بيسة. تمام. اولادة هيدعاجه كويس. لكن اذا انت بتقولي ان انا حسنت داخلنا. وانا كمواطن بسيط في الشارع. كل اللي بشوفه منك الافعار بتغل علي. وانا ماش قادر اعالج اولادي اولا انا مش قادر اودي اولادي في التعليم الحكومي نفسه بقى فاشل. بقى وضعنا سيء للغاية. تمام. من ناحية التعليم. واصلت يا دكتور. لازم لازم يحصل انعجاج الوضع الاقتصادي على الناس. واصلت يا دكتور. الدكتور مصطفى الشهين استاذ الاقتصاد بكلية اوكلن. شاكر جدا على سماحك لنا بالجوزء ده من وقتك يا دكتور. شاكر لحضرتك.